موسيقى السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وضبتم وضبت وقاتكم لكل خير هذه نشرتنا الرئيسة نستهلها بالعنوي خادم الحرمين شريفين يأمر باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين ضمن مبادرة طريق مكة مغادرة حجاج من عدة دول إلى الأراضي المقدسة عزارة الداخلية تضبط أكثر من حد عشر ألف مخالف لنظام الإقامة والحدود في أسبوع أهلا بكم بسم الله الرحمن الرحيم أصدر خادم الحرمين شريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين لأداء فريضة الحج لهذا العام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين شريفين الذي تنفذه وتشرف عليه الشؤون الإسلامية بسعادة غامرة استقبلنا الحاج الفلسطيني محمود الزيناتي بعد معرفته أنه سيكون ضمن حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لأهل الشهداء والأسرى الفلسطينيين مكرمة يرون فيها هدية الله لهم لأداء مناسك الحج هذا العام لي 17 سنة أنا بستنى في هذه المنحة وبحمد الله إنها إيجتنا فشعور ما كنا طيرين من الفرحة لأنه ظروفنا لا تسمح إلنا إنه إحنا نقدر نحج حجاجك حجاج طبعيين لأنه نقلفه بالنسبة إلنا والظروف الاقتصادية تبعتنا بتسمح إلناش إنه إحنا نطلق فمنشكر خادم الحرمين الشريفين على هاي المنحة ومنشكر ولي العهد الأمير محمد على هاي المنحة ومنشكر الشعب السعودي على وقوفه جنب الشعب الفلسطيني دائما وأبدا الحمد لله رب العالمين أنا كنت فرحانة كتير وبتمناها من زمان لأنه الحمد لله رب العباد يعني الله اصطفانا بين العباد إنه ابن شهيد وإحنا في الوضع الحالي اللي إحنا عايشين فيه يعني كأيات أسرة في الشعب الفلسطين ما تقدرش تحج كباك الناس فالحمد لله رب العالمين باش كل رب العباد اللي الله اصطفاني بالحجة هذه أنا وجوزي مكرمة خادم الحرمين الشريفين شملت ألف حاج من الضفة الغربية وقطاع غزة من أهالي الشهداء تكريما لهم في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني هذه المكرمة لها أثر كبير وطيب ورائع على أبناء شعبنا الفلسطيني وبالذات على هذه الأسر التي رأت في هذه المكرمة أن جلالة الملك وأيضا سمو ولي العهد لا زال ينظران إلى الشعب الفلسطيني نظرة احترام وتغدير وتقديس وهذا الأمر يبعث أيضا الأمل في شعبنا ويقوي جبهة شعبنا الفلسطيني في الداخل وأيضا يرسل رسالة واضحة الرؤى والمعالم وهو أن المواطن الفلسطيني والقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والبعد الفلسطيني لا زال حاضرا في قرار وتوجه ورؤية القيادة في المملكة العربية السعودية وعلى رأسها جلالة الملك وسمو ولي العهد وتقدم المملكة منذ 16 عاما منحة لأسر الشهداء والأسر الفلسطينيين على نفقة خادم الحرمين الشريفين للتخفيف عنهم تعبيرا عن الاهتمام السعودي بالقضية الفلسطينية ودعمها في المحافل كافة والمجالات عامة مكرمة خادم الحرمين الشريفين التي يخص بها أسر الشهداء والأسرة تترك أثرا كبيرا في نفوسهم وتخفف من معاناتهم لتبقى المملكة العنوان الداعم الأول لفلسطين أرضا وشعبا وللحديث أكثر مشاهدين الكرام حول هذا الموضوع انضموا إلينا من الرياضة وحفر الهاتف السفير الفلسطيني لدى المملكة الأستاذ باسم الأغى سعادة السفير أهلا وسهلا بكم ابتداء إلى نشرتنا الرئيسة لهذه الليلة ثم كيف تلقيتم هذا الأمر وهذا التوجيه الكريم خاصة في ظل الاهتمام الدائم والمستمر من قيادة المملكة بفلسطين وشعب فلسطين على طبعا مر الأزمنة والأحداث تفضل سعادة السفير كل الاحترام والتقدير نحن نقول دائما المملكة العربية السعودية قلعة فلسطين وقلعة العرب وقلعة المسلمين وقلعة الإنسانية المملكة العربية السعودية بقيادة حبيب الفلسطينيين والعرب والمسلمين الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان والشعب السعود النبيل هذه المكرمة الدائمة ومنذ سنوات باستثناء فترة الكورونا هذه المكرمة بلسم لجراحنا بلسم لأسر الشهداء والجرحى والأسرة لتقول لهم أنتم لستم وحدكم نحن معكم المملكة العربية السعودية مع فلسطين وهناك حكاية أكررها دائما وأقولها عندما كان شابا فلسطينيا يقول لوالدته دائما إن شاء الله يما أنا اللي رح أحججك وفي يوم من الأيام اعتقل وحكم مؤبدات وإذ بهذه الحجة تأتي من ضمن المكرمات السابقة وترسل لابنها تقول له يما أنا اللي حججني الملك سلمان هذا بلسم للجرحى للأسرة لأسر الشهداء أيضا المملكة العربية السعودية بمواقفها الراسخة الثابتة مع فلسطين مع الحق مع الضمير مع العدالة مع عودة الشعب الفلسطيني مع الشرعية الدولية مبادرة السلام العربية ومواقف المملكة واضحة على كل الصعود السياسية الاقتصادية المالية ونحن لا ننسى في قمة الظهران عندما أعلن الملك سلمان أن هذه القمة قمة القادة العرب قمة القدس وكانت ترويج دائما كان عكس ذلك أن تلك القمة ستكون قمة بيع فلسطين والتوقيع على بيع فلسطين وإذ بالملك سلمان يقول إنها قمة القدس وتبرع للأنوروة وذلك يعني أن حق اللاجئين في العودة على الطاولة وتلتها المؤتمرات العربية والدولية لكي تؤكد دائما للمملكة أنها مملكة العرب ومملكة العروبة ومملكة الإسلام هذا البلد الثابت الراسخ في مواقفه تجاه القدس وفلسطين وكما يؤكد السيد الرئيس محمود عباس وأقولها وأكررها دائما إن ثقتنا بالملك سلمان بولي العهد محمد بن سلمان بالمملكة العربية السعودية بالشعب السعود النبيل ثقة كبيرة وعالية وغالية نعم سعادة السفير يعني كيف هي الآلية التي سيتم في ضوئها ترشيح واختيار المستحقين من ذوي الشهداء والشرحة والمصابين عزيزي تتولى وزارة الأوقاف هناك هذه الآلية من حيث الابن الأثير من حيث أيضا الأعمار السن أيضا بالنسبة لأسر الشهداء لها آلية ومقاييس بحيث تشمل الجميع في الطفة الغربية في قطاع غزة في القدس وتشمل أيضا أسر الشهداء الجرحة الأسرة بشكل مرضي أيضا للجميع وهناك لجنة وآلية وأيضا أسر الشهداء تتولى ضمن هذه اللجنة هذا الدور الذي يستمر لسنوات الذي استمر من سنوات وللآن هذه الآلية التي تطبق في المعايير في ذلك نعم السفير الفلسطيني لدى المملكة سعادة الأستاذ باسم الأغى شكرا جزيلا لك أن كنت معنا في هذه النشرة دشنت المملكة اليوم مبادرة طريق مكة في جمهورية كودفار بصالة المبادرة في مطار إبيدجان الدولي وتهدف مبادرة طريق مكة إلى استقبال ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر بدءا من إصدار التأشيرة إلكترونيا وفرز الأمتعة حتى وصولهم إلى المملكة ونقلهم إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة كما تواصل مبادرة طريق مكة أعمالها في صالة المغادرة في مطار كوالنبور الدولي لخدمة ضيوف الرحمن في مملكة ماليزيا من خلال تسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة لأداء منسك حج هذا العام أتهدف المبادرة إلى استقبال ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءات سفرهم حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة هذا وغدرت تأول طلائع الحجاج من جمهورية طاجكستان إلى الأراضي المقدسة بحضور رئيس اللجنة الدينية في طاجكستان الذي أعرب عن شكره وتقديره لحكومة المملكة على كافة التسهيلات التي تقدم للحجاج حضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجكستان الذي أكد أن خدمة ضيوف الرحمن والمشاعر المقدسة شرف واعتزاز للمملكة حكومة وشعبا تتواصل رحلات مبادرة طريق مكة من باقلاتش إلى المملكة بشكل يومي حيث وصلت إلى 148 رحلة حيث تهدف المبادرة وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة نتابع هذا التقرير هؤلاء حجاجوا دولة بنغلادش في طريقهم إلى أطهر بقاع الأرض بدعوات صادقة ومشاعر فرح غامرة هنا في صالة المغادرة تستمر الرحلات يوميا حيث وصل عدد الرحلات إلى 148 رحلة تم إنهاء تقريبا أكثر من 148 رحلة حتى الآن حيث يتم تسير يوميا معدل ما بين 109 إلى 13 رحلة يوميا طبعا حريصيا على راحة وسعادة الحاج وذلك بعدم حمله لحقائبه حيث تصله إلى مقر إقامته هو أي آية في مكة أو المدينة المنورة إن شاء الله وهو مرتاح البال بإذن الله العمل هنا في صالة المغادرة مستمر إلى نهاية الشهر الحالي لتسهيل وتيسير رحلة ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة طريق مكة سعود بن أبجاد بنكلادش دشنت أمنة العاصمة المقدسة البرنامج التوعوي الأول للتعريف بسلامة الغذاء ومخاطر التسمم الغذائي في مكة المكرمة ويستهدف البرنامج في المقام الأول حج جبيت الله الحرام وسكان وزائر العاصمة المقدسة بثلاث لغات وذلك لضمان سلامتهم وتعريفهم بمخاطر التسمم الغذائي حال تناولهم لأغذية فاسدة تظهر عليها علامات التلف والفساد أطلقت وزارة البيئة في المدينة المنورة خطتها لموسم الحج بهدف تكتيف الرقابة الميدانية على مدار الساعة للسوق المركزي للخضار والفواكه وسوق الأنعام والمسالخ التأكد من توفر السلع والمنتجات الزراعية وفحص جودتها وسلامتها وخلوها من الأمراض والآفات وضمان توفر الشروط الصحية إضافة إلى متابعة التراخص والسجلات الزراعية أعلن تجمع المدينة المنورة الصحية عن توسعة مركز صحي باب جبريل والذي يقع على ساحات المسجد النبوي بنسبة تبلغ مائة وخمسة وتسعين من مئة من طاقته السابقة نتابع هذا التقرير على مدار الساعة خلال موسم الحج يقف مركز صحي باب جبريل التابع لتجمع المدينة الصحي بتقديم خدماته الطارئة لزوار المسجد النبوي الشريف وضيوف الرحمن مركز صحي باب جبريل يقدم الخدمات الصحية اللازمة لزوار المسجد النبوي الشريف خلال موسم الحج والعمرة على مدار العام الشكر موصول لسمو أمير منطقة مديم نور وسمو نايب على التعم اللامحدود بدعم قطاع الصحي في المنطقة وتوفير مثل هذه البيئة وتوفير الدعم الكامل لإقامة مثل هذا التوسع المباركة من الجهة الشرقية يأتي المركز الصحي والذي تم التوسعته بنسبة 195% تزامنا مع بدء موسم الحج لهذا العام شمل 9 سرة في المنطقة الصفرة وأربعة سرة في المنطقة الحمرة إضافة إلى سريف للعزل وأيضا كذلك توفير اكتب للإدارة وغرف للخدمات والمختبر والصيدلية وصارت انتظار موجودة في مركز صحي باب جبريل لتقديم خدمات صحية للزوار بأعلى مستوى وجودة عالية بحول الله خدمات طبية مختلفة يقدمها مركز صحي باب جبريل بجوار المسجد النبوي والذي يعمل ضمن مجموعة من المراكز لخدمة الحجاج وضيوف الرحمن مصطفى عباس المدينة المنورة أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بإعلان اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين بتوافق أعضائها حول إعداد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية ورئاسية في ليبيا وذلك في ختام اجتماعاتها في مدينة بوزنيغا في المملكة المغربية كما أعربت وزارة الخارجية عن بالغ التعازي وصادق المواساة لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة إطر انفجار ذخائر جنوبي العاصمة مقديشو وتسبب في وفاة وإصابة عدد من المدنيين وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب الصومال الشقيق راجية للمصابين الشفاء العاجل مشاهدين الكرام نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل في أكبر حدث اقتصاديا عربيا صيني ينطلاق مؤتمر رجال الأعمال العربي والصينيين في الرياض غدا أهلا بكم الجديد تحت شعار التعاون من أجل الرخاة تنطلق يوم غد نلاحظ في الرياضة الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العربي والصينيين الذي يمثل الحدث الاقتصادي العربي الصيني الأكبر من نوعه إذ يشارك فيه أكثر من ثلاثة ألاف من صناع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين والمهتمين من ثلاث وعشرين دولة مشاركة يهدف المؤتمر إلى تعزيز وتوثيق التعاون بين مجتمعي الأعمال العربي والصيني استكشاف فرص الاستثمار النوعية في العديد من القطاعات تنطلق يوم غد الأحد أعمال اجتماع الدورة السادسة والخمسين بعد المئة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض سيبحث المجلس الوزاري خلال الاجتماع عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الثالثة والأربعين في الرياض وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط أكثر من 11 ألف مخالف لنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور حدود المملكة بطريقة غير نظامية 738 شخصا بالإضافة إلى تورط 19 شخصا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم عقد وزير التجارة الدكتور ماجد القصب عددا من اللقاءات مع وزراء بريطانيين وقياديين من كبرى الشركات في المملكة المتحدة بهدف تعزيز التجارة البينية في المنتجات والخدمات ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين بالإضافة للمشاركة في جلسة حوارية مع أعضاء من البيت الأسيوي لتعزيز التبادل التجاري بين أسيا والشرق الأوسط وأوروبا تزامنا مع الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية تقيم هيئة التراث في واجهة الرياض معرضا مصاحبا يجتمع فيه الحرفيون والخبراء الدوليون والسعوديون حيث يعد منصة وحراكا ثقافيا تراثيا يجمع الفنانين ويسمح لهم بعرض مشغولاتهم وأعمالهم الفنية في أكثر من مئة جناح من 11 دولة من مختلف دول العالم إضافة إلى مئتي جناح للحرفيين المحليين وللحديث أكثر مشاهدين الكرام حول هذا المعرض وهذا الأسبوع نضم إلينا من واجهة الرياض مراسل أخبار السعودية زميل سلمان الجبر سلمان أهلا وسهلا بك ابتداء ثم ماذا عن فعاليات هذا الأسبوع سلمان بشكل عام وأيضا المعرض المصاحب بشكل خاص وقل لنا سلمان يعني كيف هو تفاعل الحرفيين فيه ومعه وما كذلك حجم الحضور والتفاعل فيه تفضل سلمان نعم زبيلي يوسف أسعد الله مساءكم مساء المشاهدين الكرام بالفعل نتواجد الآن في المعرض المصاحب بالأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية والتي تقيمه وتنظمه هيئة التراث من السادس إلى الثاني عشر من يونيو هذا الشهر الجاري طبعا يقام المعرض في واجهة الرياض هنا في العاصمة الرياض زميل يوسف المشاركين هنا في هذا المعرض هم من أحد عشر دولة كما ذكر بأكثر من مئة جناح وعدد الأجنحة بشكل عام يتجاوز 369 جناح الأجنحة المحلية الذين يشاركون فيها الحرفيين هنا من المملكة العربية السعودية يشاركون بأكثر من مئتين جناح للحرفيين طبعا عدة أركان هنا لهذا المعرض هناك أركان للحرف اليدوية هناك أركان لورش العمل هناك أركان أيضا للدول المشاركة سواء الدول الخليجية أو العربية أو العالمية الركن المميز زميل يوسف والذي نشاهد عليه إقبال كبير هو الركن الطفل الذي يوجه رسائل من خلال هذا الركن للأطفال لهذه الحرف وصناعة هذه الحرف وإمكانية استثمار هذه الحرف كاستثمارات في المستقبل وبناء مشاريع حسب هوايتهم هذا ما لدي حتى الآن هنا في هذا المعرض الزميل يوسف أعود إليك إلى الإستدام نعم الزميل سلمان الجبر وأنت مراسل أخبار السعودية كنت معنا مباشرة من مقر فعاليات الأسبوع الدولي للحرف اليدوية شكرا جزيلا لك سلمان هذه التغطية وهذه المعلومات حول هذا الأسبوع وخاصة المعرض المقام في ضوء هذا الأسبوع شكرا جزيلا لك يواصل برنامج مكافحة التسطر التجاري جولاته الرقابية في أسواق العزيزية للخضار في الرياض حيث ضبط بل ضبط عدة حالات اجتباه تسطر ومئة وثمانين وخمسين مخلفة لأنظمة التجارة والبلدية والعمل والنقل المزيد عن ذلك في هذه التولة الرقابية في سياق التقرير التالي صلاة الفجر خير معين في مهمة يسأل فيها الأبطال العون والسداد بعد الصلاة بدأت المداهمة بالاستعداد مهمة لتحرير المحال من تجار ظل تجار ظل ينخرون في الاقتصاد يحاولون الفرار ولكن هم لهم بالمرصاد المبالغ هذه مي بحق التحميل والتهزين هذه مبالغ حق بيع وشرة كم لك تعمل في سوق الخضار؟ طلاش السجن اللي يعمل هنا كم يكسب؟ أنا أشوف ما شاء الله بحوزتك أموال كم تكسب؟ والله الآن ما بسو سبعة غير مئة ريال أقصى شيء مئة ريال؟ المبالغ الموجودين لفوق العشرة لك تعمل هنا؟ نعم كم لك سنة؟ عشرين سنة سعودي؟ نعم كثرة للسوق هذا كل يشتغلون مع بعض الأجانب يشتغلون مع بعضهم البعض؟ نعم ضد السعودي؟ ضد السعودي أكيد أول من يحارف في السوق السعودي ثلاث ألف ثلاث ألف بقى؟ ثلاث ألف إيه؟ كم يوم ثلاث ألف؟ ثلاث ألف ثلاث ألف يوم؟ بايا ما تتجوز بس بايا ما تتجوز نعم مع الأغرار هذه اللي قدامك ويشتري من داخل السوق وخلال يومين طلعهم وطلعوا على ثلاث أثلاث ريال فيه رزق في السوق؟ فيه خير أنا عارف ناس أنا عارف ناس نفسي والله نفتحوا بيوت ونمتزوجوا ونمشاروا سيارات وأنهم تيسروا تموروا ومكلبوا بسببهم الخضار بس مع وضع الأجانب كذا والله ما يمدلوا واحد يوم غد ظهره شبر نهائيا بس إحنا نسمع أن الأجانب يشتغلون مع بعض ضد السعودي نعم أنا اللي أقولك ياه أنا اللي أقولك ياه بنفسي هنا النظامهم نظام عصابات تكتلات؟ لإخباري عاصم الشهدي من العاصمة الرياض أكملت وزارة التعليم تجهيز أكثر من 200 صالة رياضية ملحقة بمدارس البنات الحكومية وتستهدف تجهيز وإنشاء 740 صالة أخرى لممارسة الألعاب الرياضية النسائية يأتي ذلك ضمن مبادرة تعزيز المشاركة الرياضية للطالبات في المدارس لنشر أهمية ممارسة الرياضة لدى الطالبات في سن مبكرة وتشكيل اسلوب حياتهن بشكل صحي إضافة إلى تعزيز ربط التعليم في جميع المراحل بخطط التنمية تعزيزا لقدراتهما القتالية نفذت القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها الأمريكية تمرين جويا شاركت فيه منظومة مقاتلات اس اي اف خمسة عشر التابعة للقوات الجوية والقادفة الاستراتيجية الأمريكية بي ون لانكر وهذا واجر خلال التمرين استخدام الذخيرة الحية لتدمير أهداف تشبيهية في ميدان الرمع توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعادية ممطرة مصحوبة برياح النشطة على أجزاء من مناطق جزان عصير الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق تبوك الجوف والحدود الشمالية كما يستمر تأثير العوالق الترابية على أجزاء من مناطق الشرقية الرياض وأجزاء من جنوب المملكة نشرتنا المشاهدين الكرام انتهت باقي تذكيركم بأبرز ما جاء فيها خادم الحرمين الشريفين أمر باستضافة ألف حاج وحاج من ذوي الشهداء والأسرى والجرح الفلسطينيين ضمن مبادرة طريق مكة مغادرة حجاج من عدة دول إلى الأراضي المقدسة وزارة الداخلية تضبط أكثر من أحد عشر ألف مخالف لأنظمة الإقامة والحدود في أسبوع الشكر وثناء جزيلا لكم مشاهدي الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة في أمان الله ألقاكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة